مرحباً بالمشاهدين الكرام، رئيس الاتحاد الكراوي الجزائري زفيزف يفشل في نيل عضوية اللجنة التنفيذية. إليكم التفاصيل. مونية الجزائر اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري بهزيمة مذلة في انتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شخصي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف. وجرت بالعاصمة الإفوارية أبيجان اليوم الخميس انتخابات تجديد عضوية اللجنة التنفيذية على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتنافسز في زف مع رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني الذي ضمن المقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا. وحصل ممثل ليبيا على 38 صوتا فيما ممثل الجزائر حصل على 15 صوتا. وبذلك يحافظ الليبي عبد الحكيم الشلماني على مقعده في اللجنة التنفيذية للكاف بفوز كاسح على الجزائري جهيد زفيزف. هذا وينتظر أن يقيل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الاتحادية الجزائرية فور عودته بعد خسارته انتخابات عضوية أرفع وأقوى هيئة في الكاف. اشتركوا في القناة